نبدأ الرادار من موسكو حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجيري يابكوف إن بلاده سلمت واشنطن مسودة مقترح اتفاقية ثنائية بين الدولتين تتعلق بالضمانات الأمنية واتفاقية خاصة بإجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف النيتو لخفض التوتر العسكري في أوروبا وكشف ريابكوف عن أهم بنود المسودة وأبرزها التعاهد بعدم استخدام أراضي دول أخرى لتحضير أو تنفيذ هجوم عسكري وأن تلتزم واشنطن بمنع تمدد النيتو شرقا وعدم انضمام دول أوروبا الشرقية التي كانت منضوية تحت الاتحاد السوفيتي السابق للحلف الأطلسي من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي أمر غير قانوني وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن موسكو لديها مجموعة كاملة من الإجراءات المضادة وسيتم تمديدها بشكل موازن معنا من كييف موفدنا أنس الصبار ومن موسكو تنضم إلينا أريج محمد ومن بريكسل عز غريبة أبدأ معك عزة وهذا الموقف الصارم من الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو في حال قامت بغزو أوكرانيا هو تلويح بعقوبات قاسية فضيلة من الطرف الأوروبي وفي الوقت نفسه الحديث عن أن الحل السلمي السياسي هو الحل المفترض والواقعي في الوقت الحالي ولذلك كما أنت هناك دعوة للحوار ضمن رباعية النورماندي التي تشمل فرنسا ألمانيا وأوكرانيا وروسيا وفي الوقت نفسه كما ذكرنا العقوبات الاقتصادية على روسيا والتي لائحتها بقيت سرية ولكن تم التوافق عليها بالإجماع وهي عقوبات موجعة كما وصفت هنا في بريكسل وطوال الليل استمر الحديث حول هذا الملف الأوكراني المعقد علما أن مشاورات كانت قد بدأت قبل يومين من القمة الأوروبية لأن الرئيس الأوكراني لديمار سيلنسكي كان في بريكسل وقد أجرى لقاءات إضافة إلى لقاءاته مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الشرقية أجرى لقاءات مع زعماء أو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ننتقل الآن إلى أريج محمد وموقف موسكو من هذه التطورة تفضل أريج فضيلة في الحقيقة موسكو أيضا تدعى الباب مفتوحا أمام الطرق الدبلوماسية للتسوية وهناك الخبراء في موسكو ممن يقول بأن المبادرة التي طرحتها موسكو أعلن عنها نائب وزير الخارجي الروسي قبل ساعات فيما يتعلق بضمانات أمنية ملزمة بعدم تمدد الناتو شرقا هي أحد خطة طريق ربما أو خارطة عمل يمكن للجانبين الروسي والأمريكي للروسي وحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي والانضواء فيها والشروع في هذه المحادثات الجميع هنا في موسكو يفهم بأن هذه المحادثات لن تكون سهلة بحكم حجم الخلافات التي تعتري العلاقات الروسية الأمريكية والروسية الغربية على وجه الخصوص والأزمة الأوكرانية ليست ببعيدة عنها هي أحدى حلقات هذا الخلاف بطبيعة الحالة الأكثر حساسية بالنسبة لموسكو لكن موسكو من خلال هذا المقترح على ما يبدو تريد مدى يد التعاون أو جسر التعاون للغرب لتقول نحن جاهزون للتفاوض في أي وقت وفي أي لحظة تقررون في هذا التفاوض وصلت العلاقات الثنائية بيننا إلى مستوى متدهور جدا نحن نقلق وقلقون جدا هناك هواجس أمنية حقيقية نشعر بها حيال هذه التحركات العسكرية التي تحيطوننا بها من خلال المناورات من خلال المستشارين العسكريين الذين ترسلونهم إلى أوكرانيا من خلال الدعم الذي تقدمونه للسلطات الأوكرانية في وجه موسكو كما تراه روسيا من خلال دعم كييف في وجه الانفصاليين جمهوريتي لوقانسك ودانيانسك وغير ذلك الكثير مما تتحدث عنه موسكو في هذه المسودة وصولا إلى تعهد الجانبين بعدم استخدام أي أراضي لدول مجاورة قريبة كانت أو بعيدة للاستهداف العسكري للتدريب العسكري عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى هذه المناطق والبلدان مما يؤدي عنه إلى مزيد من التصعيد والتوتر في مناطق تشهد توترا متصاعدا بحد ذاته بطبيعة الحال لن تكون هذه المحادثات التي تأمل موسكو أن يكون هناك محادثات بطبيعة الحال حول ذلك رغم ردود دناتو السلبية كما نعلم حيال هذه المقترحات لن تكون سهلة لكن موسكو ترى أن من واجبها باعتبارها أحد القوى النووية الكبرى في العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقدم بها في هذه المرحلة بزداد وتقول أن الوقت لم يعد يحتمل تصايدا أكثر من ما وصل إليه الوضع الآن نصل إلى كيف مع أنس الصبار وكيف تنظر أوكرانيا لمسودة الاتفاق هذه التي أرسلتها موسكو لواشنطن وبالتحديد ريابكوف ما تراه كيف ربما من بداية الأزمة هو أن دخولها أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي من عدمه أمر لا يتعلق بروسيا هذا الحديث تقوله كيف وهي تعلم أن لها شركاء وحلفاء في الغرب سواء من الولايات المتحدة التي تزيد مساهماتها لحلف الناتو عن غيرها من الأعضاء وبالتالي هذا الحديث لا يأتي جزافا من طرف الأوكرانيين يعلمون جيدا بأن الولايات المتحدة تعتقد بالأمر ذاته وبالتالي فإن الأوكرانيين ربما في هذه المرحلة عند الحديث عن انضمامهم إلى الناتو يتحدثون بما يطمحون إليه لكن في نهاية المطاف الأمر يرجع إلى الناتو الذي لم يضمهم حتى الآن ويقول إن هناك إصلاحات اقتصادية سياسية وعسكرية على كيف أن تقوم بها قبل الانضمام إلى هذا الحلف العسكري هم يقولون مرارا وتكرارا إنهم يطمحون إلى أن يكونوا جزء من هذا الحلف العسكري ويعملون من أجل ذلك لأجل ذلك يطبقوا إصلاحات اقتصادية وعسكرية لأجل ذلك يحاولون أن يضعوا حدا للصراعات كما يقولون لينضموا إلى الحلف الذي من بين شروط الانضمام إليها لا تكون هذه الدولة ضمن تدخل في نزاع مسلح هذه التصريحات وهذه المقترحات التي تقدمها روسيا إذا ما ضمنت بمحادثات من طرف الأمريكيين ربما حينها يكون الموقف أكثر دقة ومن طرف الأمريكيين سيكون الحديث أكثر دقة لأن الأوكرانيون في نهاية المطاف يعتمدون في تصريحاتهم على الغرب وعلى ما تقوله أوروبا وحلف شمال الأطلسي وهم يطمحون إلى الانضمام إلى التكتلين لكن بكل الأحوال الأوكرانيون حتى الآن قالوا في بروكسل ويقولون إنهم لا يعرضون مسارا تفاوضيا والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال إنه على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وإنه على استعداد لإجراء استفتاء يتعلق بمناطق الشرق وبشبه جزيرة القرم هذه التصريحات قد بدأ وأنها تلاشت على الأقل خلال اليومين الماضيين عندما كان زيلنسكي في بروكسل يتحدث إلى القادة الأوروبيين وكأنه حصل على جرعة دعم هناك من هؤلاء القادة الأوروبيين جعلت من موقفه يتطرف قليلا إن لم يكن متشددا على الأقل تراجع عن بعض اللهجة التي كان يتحدث عنها بشأن التفاوض مع الروس أو حتى إجراء الاستفتاء في شبه جزيرة القرم الآن هو يراهن على الغرب وإن كانت وصلت هذه المقترحات الأمريكيين وإلى حلف الناتو فإن الرد سيكون من هناك بالتشاور مع الأوكرانيين شكرا أنسا الصبار في كييف كما أشكر مراسلتنا ريج محمد في موسكو وكانت معنا عز غريبي في بروكسل